كان بيتقال الوقت البطولة يا فندم ان قالوا سكيروش ما بيسمعش للجهاز المعاون حلا كنت عايش معاهم بقى انت كنت شايفهم للنهار هل هو فعلا من الناس اللي بتشتغل لوحدها اللي تحب تشتغل لوحدها ما تسمعش لحد ولا انت كنت شايف انه فيه تعاون دايما مع الجهاز المعاون لا انا شايف انه كان فيه تعاون كامل مع الجهاز هو كروش لا يترك صغيرة ولا كبيرة يعني البرنامج اللي بيتحط يتم تنفيزهم مشهور دوره كذا ينفزهم فلان دوره كذا ينفزهم وبيتابع كل شيء حتى ولوه حتى في الجزء اللي هو ساعاتي ابقى موجود فيه والاجهزة المعاونة بتمرن جزء تاني من اللعيبة بيتم تصويره وبيتفرج عليه هيل طبعا حواكت شفت مديرين فنيين كتير لا شفت شفت حاجة زي كده لا انا بقولك لا يترك كبيرة ولا صغيرة اجتماع مع الجهاز الطبي وانا من هنا لازم اوجه شكر الدكتور محمد والعيلة هذا الطاقم بالجهازه دوت يعني بازلوا مجهود فوق طاقة البشر من معالجة لمتابعة اللعيبة للاجراءات الاحترازية عايز اقولك ان لعيبة مصر الفرقة الوحيدة في الهناك اللي ما عندهاش ولا واحد اصابة كورونا ده انجاز بالمناسبة ده انجاز اه عشان كنت دول وقت مستني اللحظة دي الاسف يعني لم يترك كبيرة ولا صغيرة يعني كان بيعمل قبل المسحة بتاعت الاتحاد الافريقي اللي بتاعه يكون هو عامل المسحة بتاعته بعد كل مبرأة يعمل المسحة بتاعته انا يعني راجل ده انا عامل هو عامل لي فوق الخمسة وعشرين نسحة مم تمام؟ معايا جهزتو معايا حاجتو هاي ما بيسيبش اي حاجة يعني